الرجل هي كلمة ترمز إلى الإنسان الذكر الذي يتمتع بصفات مؤينة ألا وهي القوة، الشجاعة، المرؤة، والقطرة على تحمل المسؤولية فهل تلك الصفات هي فقط ما يحدد الرجل؟ قطعا لا لأنها تندرج فقط دمن الجانب الدربوي والشخصي في حين أن هناك جانبا آخر ألا وهو الجانب البيولوجي والذي يلعب دورا قاطعا في تحديد سلوكات الرجل والذي يمكن تلخيصه في كلمة واحدة التستستيرون بالطبع، الكل على دراية بما هو التستستيرون أو هرمون الذكورة والذي هو الهرمون الرئيسي المسؤول عن عدة تحولات لدى الذكور ابتداء من سن الملوخ مثل تغيير السود تكوين الأنسج العضلية توزيع الدهون بالإضافة إلى إنتاج السائل المنوي وتعزيز الرغبة الجنسية لكن هناك حقائق ومعلومات خفية حول هذا الهرمون والتي ليس الكل على دراية بها لذلك في هذا المقضى سنتطرق للحديث عن هرمون التستستيرون لدى الرجال وظائفه وتأثيراته وأسباب وأعراض انخفاضه وأيضا طرق زيادته فابقوا معنا إلى نهاية المقطع حتى تعمى استفاده تأثيرات التستستيرون أولا العدوانية لقد عاش عرقنا البشري على هذا الكوكب من الأزل وبسبب قساوة الظروف وصعوبة الحياة في العصور الوسطى كان لزاما على الذكور بأن يحضوا بالقوة والعزيمة للكفاح من أجل البقاء فدائما مضطر الرجال للقيام بعدة مهام خطرة وذلك لقيادة البشرية نحو النمو والتطور ومن بين تلك المهام هي الفتحات والمعارك الضارية التي خادها أجدادنا من أجل توسع وازدهار الأمة بالإضافة إلى السعي وراء توفير الحماية ولقمة العيش بغض النظر عن خطوة الوسيلة بالطبع إنجاز تلك المهام القاسية كان يتطلب القوة والشجاعة لكن هناك سباة أخرى لعبت طورا حاسما ألا وهي العدوانية العدوانية هي طبيعة غريزية تكمن بداخل كل رجل وهي التي تدفعه لخوض أعتى المخاطر دون خوف من الرغب في القتال واتفاع عن من يحب والمشاركة في المعارك الشرسة بالإضافة إلى الرغبة الملحة لمنافسة رجال آخرين في مختلف المجالات حتى من أجل الإناث فوفقا للعديد من الدراسات فإن هذه الصفة الغريزية هي ناتجة عن ارتفاع هرمون تيستيرون فكلما ازداد هذا الهرمون كلما ازدادت عدوانية الرجل وجرأته على خوض المخاطر وجدير بالذكر أن هذه الطبيعة الغريزية دائما ما كانت ولا زالت حاضرة في مجالات مختلفة مثل البجال العسكري وذلك عبر تكوين الجيوش من خلال تحويل الرجال إلى جنود لا يهابون البخاطر من إضافة إلى بجال الرياضات القتالية فالإنخراط في القتال والتنافس يتطلب العدوانية أيضا لذا فإن الغريزة العدوانية هي من أحد الصفات الناتجة عن ارتفاع هرمون التيستيرون ثانيا الطاقة والقدرة البدنية كلما ارتفع مستوى التيستيرون كلما ارتفع الطاقة الرجل فكيف يحصل هذا التأثير ارتفاع التيستيرون يقوم بتعزيز الأداء البدني سواء في التدريب أو أي عمل شاق كما أنه يحبب الرجل في العمل بجد بالإضافة إلى أنه أيضا يقوم بتعزيز الحافز لدى الرجل نحو أهدافه والقيام بمهامه فغالبا ما ترى الرجل دون مستوى عال من التيستيرون مفعما بالطاقة والحيوية قوي البنية ولا يتكاسل عن إنجاز مهامه ثالثا المزاج الحفاظ على هرمون التيستيرون بمستوى جيد يعتبر من أهم الطرق لتحصين البزاج لدى الرجل وذلك لأنه يتسبب بزيادة الثقة في النفس والتخلص من القلق بالإضافة إلى تعزيز الحافز الذاتي والمرونة العاطفية وذلك لأن هذا الهرمون يتفاعل مع الناقلات العصبية والمستقبلات في الدماغ مما يؤثر على الاستجابات العاطفية والمزاج ووفقا للعديد من الدراسات أن هناك علاقة بين انخفاض التيستيرون والمشاعر السلبية لدى الذكر مثل الاكتئاب والقلق وإذا لا حتى ذلك فإن الاكتئاب أصبح أكثر انتشارا في عالمنا اليوم خاصة لدى الذكور والأمر الأغرب من ذلك أنه في الكثير من الحالات يكون بدون مبرر لذلك كشفت الدراسات على انخفاض التيستيرون لدى الذكور غالبا ما يكون السبب الخفي وراء الاكتئاب رابعا الشخصية في عالمنا الحالي أصبح هناك فئة من المراهقين والشباب الذكور الذين يعانون من ضعف الشخصية ولا يستطعون إظهارها إلا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لكن في الحياة الواقعية غالبا ما تراهم أشخاص ضعفاء منطويين ومنغلقين يعانون من الرهاب الاجتماعي ويخافون من الانخراط في التفاعلات الاجتماعية والأخطر من ذلك أنهم يخافون من الإناث ومنهم من يتعي بأنه يكرههم حتى والسبب وراء ذلك هو ضعف الشخصية الناتج عن عدة أفعال سلبية كالحصول على الإشباع الفوري من عدة مصادر أبرزها الإدمان على المقاطع الإباحية والعادة السرية تلك الأفعال تسبب شعورا بالذنب والقلق واحتقار الذات مع الانخفاض الشديد لمستوى التستيستيرون عبر استهلاك الدوبامين الرخيص وهضر السائل المنوي أثناء القيام بتلك الأفعال الشيء الذي يؤدي إلى ضعف الشخصية نعم التستيستيرون له تأثير عميق على مستوى الشخصية ويمكنني أن أؤكد أن انخفاضه هو السبب وراء سلوك أولئك الفتية فكلما قلت مستوياته ضعفت شخصية الذكر وأيضا كلما ارتفعت مستوياته كلما استهدت قوة شخصية الرجل فكيف ذلك؟ يرتبط التستيستيرون بمشاعر القوة والهيمنة وارتفاعه يؤدي إلى الإحساس بالسيطرة وفرض الذات في البواقف الاجتماعية ما يجعل الرجل واثقا من نفسه ولا يخاف من التفاعل الاجتماعي حاصة مع الفتيات أيضا فالتستيستيرون يعزز الإثار والدافع الجنسي ما يجعل الرجل أكثر ثقة وإنجدابا نحو الإناث نتيجة لتعزيز الرغبة الجنسية بعد معرفتك لهذه الحقائق قد تتساءل عن طرق زيادة التستيستيرون وذلك بالتحديد ما نحن بصدد توضيحه لكن قبل ذلك دعونا نتحدث قليلا عن أسباب وأعراض انخفاضه أسباب وأعراض انخفاض التستيستيرون باختصار الحصول المفرط على الإشباع الفوري يظل من بين الطرق القاتلة لهرمون التستيستيرون لدى الدكور وذلك عبر الإدمان على الكثير من العادات السلبية التي تستثير الدبامين الرخيص مثل إدمان ألعاب الفيديو تعاطي المخدرات والطعام غير الصحي مشاهدة المقاطع الإباحية والعادة السرية وإهدار السائل المنهوية وتعون لا ننسى الراحة وعدم ممارسة الرياضة الخطير في الموضوع أن تلك العادات أصبحت سهلة الارتكاب في مجتمعنا الحديث وبلا شك فذلك يظل السبب الرئيسي وراء ضعف الكثير من الرجال لأن انخفاض التستيستيرون له عواقب وأعراض والتي تتجسد في ضعف الشخصية والبدن والاكتئاب والقلق الغير مبرر بالإضافة إلى الغضب والانفعال لأتفهي الأسباب قلة مستوى الطاقة وأيضا السمنة وذلك لأن التستيستيرون له دور في التحكم بالدهون في الجسم فكلما قلت مستوياته ازداد تراكم الدهون مما يؤدي إلى البدانة الآن ما هي الطرق الطبيعية لزيادة هذا الهرمون؟ زيادة التستيستيرون الخطوات الثالية تعتبر من أقوى الطرق لزيادة التستيستيرون بشكل طبيعي والتي تتمثل فيه الإنخراط في النشاط البدني بشكل عام يعزز التستيستيرون خاصة التدريب المكثف من خلال القيام بتمارين القوة والمقاومة والتي تتم عبر رفع أوزان عالية مع القيهام بعدد من التكرارات التي تؤدي إلى الفشل العضلي أيضا الإنخراط في تمارين التحمل العالية الكثافة الإبتعاد عن مصادر الإشباع الفوري خاصة المقاطع الإباحية والعادة السرية الحفاظ على نظام غدائي سليم يحتوي على كمية متوازنة من البروتين والكربوهيدرات والتأكد من الحصول على نوم جيد كخلاصة التستيستيرون ليس بمجرد هرمون يوجد في الجسم بل هو محرك الرجل الذي يدفعه للقيام بالعديد من المهام لذلك فإن الحفاظ عليه بأعلى المستويات يجب أن يظل أولوية لكل رجل لأنه لا يؤثر فقط على صحته بل حتى على سلوكاته أصدقاء الأعزاء أرجو أن يعجبكم هذا المقطع وتستفيد منه كثيرا ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع حتى يصلكم كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته